بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله ومن والاه ومن صار على دربه واتبعه داه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس السابع من دروس تفسير سورة العنكبوت للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية السابعة والعشرين وما بعدها إلى الآية الثانية والثلاثين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين يقول الإمام في تفسير قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يقول قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ذكرنا هناك أن أثر رحمة الله تعالى في أمرين في الأمان من سوء العذاب والامتنان بحسن الثواب وهو واصن إلى المؤمن في الدار الآخرة قطعا بحكم وعد الله تعالى نفي العذاب عنه لنفيه الشرك وبحكم إثبات الثواب له لإثباته الواحد ولكن هذا ليس بواجب الحصول في الدنيا فإن كثيرا ما يكون الكافر في رغد والمؤمن جائع في يومه متفكر في أمر غده لكنهما مطلوبان في الدنيا أما دفع العذاب العاجل فلأنه ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله وقنا عذاب الفقر والنار فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل وأما الثواب العاجل ففي قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إذا علم هذا فنقول إن إبراهيم عليه السلام لما أتى ببيان التوحيد أولا دفع الله عز وجل عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار ولما أتى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم على التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب أعطاه الله عز وجل الجزاء الآخر وهو الثواب العاجل وعدده عليه بقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وفي الآية لطيفة وهي أن الله تعالى بدل جميع أحوال إبراهيم عليه السلام في الدنيا بأضادها لما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحيدا فريدا بدل الله عز وجل وحدته بالكثرة حتى ملأ الدنيا من ذريته ولما كان أولا قومه وأقاربه القريبة ضالين مضلين ومن جملتهم أبوه آزر بدل الله تعالى أقاربه بأقارب مهتدين هادين وهم ذريته الذين جعل الله عز وجل فيهم النبوة والكتاب ولما كان أولا لا جاه له ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية المال والبنون زينة الحياة الدنيا لما كان أولا لا جاه له ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية آتاه الله أجره من المال والجاه فكثر ماله حتى كان له من المواشي ما علم الله تعالى عدده حتى قيل إنه كان له اثنى عشر ألف كلب حارس بأطواق من ذهب وأما الجاه فصار بحيث يقرن الصلاة عليه بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم القيامة فصار معروفا بشيخ المرسلين بعد أن كان خاملا حتى قال قائلهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وهذا الكلام لا يقال إلا في مجهول بين الناس ثم إن الله تعالى قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين يعني ليس له هذا في الدنيا فحسب كما يكون لمن قدم له ثواب حسناته أو أم لا له استدراجا ليكثر من سيئاته بل هذا له عجالة وله في الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهو كونه من الصالحين فإن كون العبد صالحا أعلى مراتبه لما بينا أن الصالح هو الباقي على ما ينبغي يقال الطعام بعد صالح أي هو باق على ما ينبغي ومن بقي على ما ينبغي لا يكون في عذاب ويكون له كل ما يريد من حسن الثواب وفي الآية مسألتان المسألة الأولى أن إسماعيل عليه السلام كان من أولاده الصلاح وانقاد لحكم الله فلما لم يذكر فيقال هو مذكور في قوله وجعلنا في ذريته النبوة ولكن لم يصرح باسمه لأنه كان غرضه تبيين فضله عليه بهبة الأولاد والأحفاد لأن الغرض تبيين فضل الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام بهبة الأولاد والأحفاد فذكر من الأولاد واحدا وهو الأكبر ومن الأحفاد واحدا وهو الأظهر كما يقول القائل إن السلطان الفلاني في خدمته الملوك والأمراء الملك الفلاني والأمير الفلاني ولا يعدد الكل لأن ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا لخصوصيته ولو ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذكر ولو ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذكر فيظن أنه ليس معه غير المذكورين المسألة الثانية أن الله تعالى جعل في ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن يسوي بين ولديه فكيف صارت النبوة في أولاد إسحاق عليه السلام أكثر من النبوة في أولاد إسماعيل عليه السلام فنقول الله تعالى قسم الزمان من وقت إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة قسمين والناس أجمعين فالقسم الأول من الزمان بعث الله تعالى فيه أنبياء فيهم فضائل جمة وجاءوا تترى واحدا بعد واحد ومجتمعين في عصر واحد كلهم من ورثة إسحاق عليه السلام ثم في القسم الثاني من الزمان أخرج من ذرية ولده الآخر وهو إسحاق فيه ما كان فيهم وأرسله إلى كافة الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم النبيين وقد دام الخلق على دين أولاد إسحاق عليه السلام أكثر من أربعة آلاف سنة فلا يبعد أن يبقى الخلق على دين ذرية إسماعيل عليه السلام مثل ذلك المقدار ثم قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال رب انصرني على القوم المفسدين يقول الإمام الإعراب في قوله ولوطا والتفسير كما ذكرنا في قوله وإبراهيم إذ قال لقومه يعني إعراب ولوطا إما أن يكون بفعل مضمر تقديره واذكر لوطا أو أن يكون عطفا على قوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه عطفا على قوله نوحا هذا بالنسبة للإعراب والتفسير كما ذكرنا في قوله وإبراهيم إذ قال لقومه وها هنا مسائل المسألة الأولى قال إبراهيم عليه السلام لقومه أعبد الله وقال عن لوط عليه السلام هاهنا أنه قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة فلقائل أن يقول لما ذكر الله تعالى لوطا عليه السلام عند ذكر إبراهيم عليه السلام وكان لوط في زمان إبراهيم لم يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لا بد من أن يقول ذلك والجواب فنقول حكاية لوط عليه السلام وغيرها هاهنا ذكرها الله تعالى على سبيل الاختصار فنقول جوابا عن السؤال حكاية لوط عليه السلام وغيرها هاهنا ذكرها الله تعالى على سبيل الاختصار فاقتصر على ما اختص به لوط عليه السلام وهو المنع من الفاحشة ولم يذكر عنه الأمر بالتوحيد وإن كان قاله في موضع آخر حيث قال في سورة الأعراف اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لأن ذلك كان قد أتى به إبراهيم عليه السلام وسبقه فصار كالمختص به ولوط يبلغ ذلك عن إبراهيم عليه السلام وأما المنع من عمل قوم لوط فكان مختصا بلوط عليه السلام فإن إبراهيم عليه السلام لم يظهر ذلك في زمنه ولم يمنعهم منه فذكر كل واحد بما اختص به وسبق به غيره المسألة الثانية لما سمى ذلك الفعل فاحشة فنقول الفاحشة هي الفعل القبيح الظاهر قبحه ثم إن الشهوة والغضب صفة قبح ولولا مصلحة فيهما ما كان يخلقهما الله تعالى في الإنسان فمصلحة الشهوة الفرجية هي بقاء النوع بتوليد الشخف وهذه المصلحة لا تحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الأب فإنه لو وجد ومات قبل الأبي كان يفنى النوع بفناء القرن الأول لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضي إلى بقاء النوع لأن بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الأب لأن بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الأب لكن الزنا وإن كان يفضي إلى وجود الولد ولكن لا يفضي إلى بقائه لأن المياه إذا اشتبهت لا يعرف الوالد ولده فلا يقوم بتربيته والإنفاق عليه فيضيع ويهلك فلا يحصل مصلحة البقاء فإذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن المياه فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لا تستره المصلحة فهو فاحشة وإذا كانت وجود الولد ولكن لا يفضي إلى بقائه فاللواطة التي لا تفضي إلى وجوده أولى بأن تكون فاحشة المسألة الثالثة الآية دالة على وجوب الحد في اللواطة لأنها مع الزنا اشتركت في كونهما فاحشة حيث قال الله تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة واشتراكهما في الفاحشة يناسب الزجر عنه فما شرع زاجرا هناك يشرع زاجرا هاهنا وهذا وإن كان قياسا إلا أن جامعه مستفاد من الآية ووجه آخر وهو أن الله تعالى جعل عذاب من أتى بها إمطار الحجارة حيث أمطر عليهم حجارة عاجلا فوجب أن يعذب من أتى به بإمطار الحجارة به عاجلا وهو الرجم وقوله ما سبقكم بها من أحد يحتمل وجهين أحدهما أن قبلهم لم يأتي أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر والثاني أن قبلهم ربما أتى به واحد في الندرة لكنهم بالغوا فيه فقال لهم ما سبقكم بها من أحد كما يقال إن فلانا سبق البخلاء في البخل وسبق اللئام في اللؤم يقال هذا إذا زاد عليهم ثم قال تعالى أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ تَهْوَةَ بِالرِّجَالَ مع قطع السبيل المعتاد مع النساء المجتمل على المصلحة التي هي بقاء النوع حتى يظهر أنه قبيح لم تستر قبحه مصلحة وحينئذ يصير هذا كقوله تعالى لتأتون الرجال شهوة من دون النساء يعني إتيان النساء شهوة قبيحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع لحاجتكم لا فاحشة فيه وتتركونه وتأتون الرجال شهوة مع الفاحشة وقوله وتأتون في ناديكم المنكر يعني ما كفاكم قبح فعلكم حتى تضمون إليه قبح الإظهار كانوا يجاهرون بالمعصية قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد كانوا يجاهرون في المعصية فقوله وتأتون في ناديكم المنكر يعني أما كفاكم قبح فعلكم حتى ضممتم إليه قبح الإظهار والمجاهرة بالمعصية وقوله فما كان جواب قومه في التفسير كقوله في قصة إبراهيم عليه السلام وما كان جواب قومه وفي الآية مسائل المسألة الأولى قال قوم إبراهيم أقتلوه أو حرقوه وقال قوم لوط ائتنا بعذاب الله وما هددوه مع أن إبراهيم عليه السلام كان أعظم من لوط عليه السلام فإن لوط كان من قوم إبراهيم عليه السلام فنقول إن وكان يشتم آلهتهم بتعديد صفات نقصهم بقوله لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا والقدح في الدين صعب فجعلوا جزاءه القتل والتحريق ولوط عليه السلام كان ينكر عليهم فعلهم وكان ينسبهم إلى ارتكاب المحرم وهم ما كانوا يقولون إن هذا واجب من الدين أو مباح في الدين فلم يصعب عليهم مثل ما صعب على قوم إبراهيم قول إبراهيم عليه السلام فقالوا إنك تقول إن هذا حرام وإن الله يعذب عليه ونحن نقول لا يعذب فإن كنت صادقا فأتنا بالعذاب فإن قيل إن الله تعالى قال في موضع آخر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم وقال هاهنا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله فكيف الجمع؟ فنقول لوط عليه السلام كان ثابتا على الإرشاد مكررا عليهم التعيير والنهي والوعيد فقالوا أولا ائتنا ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا ثم إن لوط عليه السلام لما يأس منهم طلب النصرة من الله تعالى وذكرهم بما لا يحبه الله عز وجل فقال رب انصرني على القوم المفسدين فإن الله عز وجل لا يحب المفسدين قاله حتى ينجز الله عز وجل النصر واعلم أن نبيا من الأنبياء عليه السلام ما طلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم كما قال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يعني المصلحة إما فيهم حالا أو بسببهم مآلا ولا مصلحة فيهم فإنهم يضلون في الحال وفي البآل فإنهم يوصون الأولاد من صغرهم بالامتناع من الاتباع فكذلك لوط عليه السلام لما رأى أنهم يفسدون في الحال واشتغلوا بما لا يرجى معه منهم ولد صالح يعبد الله تعالى بطلت المصلحة حالا ومآلا فعدمهم صار خيرا فطلب نزول العذاب عليهم ثم قال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إلا امرأة قالوا لوق عليه السلام على قومه بقوله رب صرني استجاب الله عز وجل دعاءه وأمر ملائكته بإهلاكهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين فجاءوا إبراهيم عليه السلام وبشروه بذرية طيبة وقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية يعني أهل سدوم وفي الآية لطيفتان إحداهما أن الله تعالى جعلهم مبشرين ومنذرين لكن البشارة أثر الرحمة والإنذار بالإهلاك أثر الغضب ورحمته عز وجل سبقت غضبه فقدم البشارة على الإنذار وقال جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة ثم قال إنا مهلكوا الثانية حين ذكروا البشرة ما عللوا وما قالوا إنا نبشرك لأنك رسول أو لأنك مؤمن أو لأنك عادل وحين ذكروا الإهلاك عللوا وقالوا إن أهلها كانوا ظالمين لأن ذا الفضل لا يكون فضله بعوض والعادل لا يكون عذابه إلا على جرم وفيه مسألتان وفيه مسألتان إحداهما لو قال قائل أي تعلق لهذه البشرى بهذا الإنذار نقول لما أراد الله تعالى إهلاك قوم وكان فيهم إخلاء الأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إبراهيم عليه السلام بأنه تعالى يملأ الأرض من العباد الصالحين حتى لا يتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه والثانية قال في قوم نوح عليه السلام فأخذهم الطوفان وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على ظلمهم حين أخذهم ولم يقل فأخذهم ولم يقل إنهم ظالمون فنقول لا فرق في الموضعين لا فرق في الموضعين في كونهم مهلكين وهم مصرون على الظلم لا فرق في الموضعين في كونهم مهلكين وهم مصرون على الظلم لكن هناك الإخبار من الله تعالى وعن الماضي حيث قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فقال أخذهم وهم عند الوقوع في العذاب ظالمون وها هنا الإخبار من الملائكة وعن المستقبل ها هنا الإخبار من الملائكة وعن المستقبل إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين الإخبار عن الملائكة وعن المستقبل حيث قالوا إنا مهلكوا فالملائكة ذكروا ما يحتاجون إليه في إبانة حسن الأمر من الله عز وجل بالإهلاك فقالوا إنا مهلكوهم لأن الله تعالى أمرنا وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين فحسن أمر الله تعالى عند كل أحد وأما نحن فلا نخبر بما لا حاجة لنا إليه فإن الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب فنحن محتجنا إلا إلى هذا القدر وهو أنهم كانوا ظالمين حيث أمرنا الله بإهلاكهم بيانا لحسن الأمر وأما أنهم ظالمون في وقتنا هذا أو يبقون كذلك فلا حاجة بنا إليه ثم إن إبراهيم عليه السلام لم يحلقه لطا قاله إشفاقا عليه ليعلم حاله أو لأن الملائكة لما قالوا إنا مهلكوا وكان إبراهيم عليه السلام يعلم أن الله تعالى لا يهلق قوما وفيهم رسوله فقال تعجبا إن فيهم لوطا فكيف يهلقون فقالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها يعني نعلم أن فيهم لوطا فلننجي أنه وأهله ونهلك الباقين وها هنا لطيفة وهو أن الجماعة كانوا أهل الخير أعني إبراهيم والملائكة عليه السلام وكل واحد كان يزيد على صاحبه في كونه خيرا أما إبراهيم عليه السلام فلما سمع قول الملائكة إنا مهلكوا أظهر الإشفاق على لوط عليه السلام ونسي نفسه وما بشروه ولم يظهر به فرحا وقال إن فيها لوطا ثم إن الملائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه وقالوا إنك ذكرت لوطا وحده ونحن ننجيه وننجي معه أهله إنك ذكرت لوطا وحده ونحن ننجيه وننجي معه أهله ثم استثنوا من الأهل امرأته وقالوا إلا امرأته كانت من الغابرين أي من المهلكين وفي استعمال الغابر في المهلك وجهان وذلك لأن الغابر لفظ مشترك في الماضي وفي الباقي يقال فيما غبر من الزمان أي فيما مضى ويقال الفعل ماض وغابر أي باقي فعلى الوجه الأول نقول إن ذكر الظالمين سبق في قولهم إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ثم جرى ذكر لوطا بتذكير إبراهيم عليه السلام وجواب الملائكة فقالت الملائكة إنها من الغابرين أي الماضي ذكرهم لا من الذين ننجي منهم أو نقول المهلك يفنى ويمضي زمانه والناجي هو الباقي فقالوا إنها من الغابرين أي من الرائحين الماضين لا من الباقين المستمرين فقالوا إنها من الغابرين أي من الرائحين الماضين لا من الباقين المستمرين وأما على الوجه الثاني فنقول لما قضى الله تعالى لما قضى الله تعالى على القوم بالإهلاك كان الكل في الهلاك إلا من ننجي منهم فقالوا إنا ننجي لوطا وأهله وأما امرأته فهي من الباقين في الهلاك وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الثانية والثلاثين ونقف عند الآية الثالثة والثلاثين وهي قوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين